السلام عليكم معكم سارة في المطبخ اليوم بدنا نعمل الأشطالية الباردة من أسهل و أطيب الحلويات مكوينتها متوفرة عنا بكل باد تطلع متماسكة على بعضها واخد قوامة كتير حلو وبنفس الوقت كريمية متل منكن شايفين فعلا كتير منصحكم تجربوا هيدا الحالة السهل لقلكم و لعائلتكم و كتير حيعجبكم إن شاء الله عندي هون 5 أكواب حليب سائل بحرارة الغرفة وضيف عليهم 6 ملاعق أكبار من نشا الذرة بالإضافة ل 5 ملاعق أكبار من السكر نخفق المكونات كتير منيح بهايدي الوصفات المهلبية و الأشطالية و كل الإشياء اللي بدأت تتماسك على النار بنصحكم تستخدموا الخفاءة اليدوية أو الوزك حتى تشلنا أي تكتلات ونشتغل برياحة بحط الخليط على نار متوسطة ما من قوي النار و بس يبلش يتفى شوي وضيف عليه 6 حبات ميستيكا مطحونين بالسكر حتى ينضقوا و ينتحنوا بهيدا الشكل الميستيكا بتيجي حبيبات بهيدا الشكل فيكن تجيبوها من عند العطار أو من استاند الحلويات بالسوبر ماركت في حال منا متوفرة عندكن أبدا فيكن تكملوا الوصفة من دونا منضلنا منحرك على نار متوسطة أو هادية لمتوسطة يعني بس ما تكون النار قوي أبدا و بس يبلش بده يبلش يكمش يعني قبل الغليان بشوي يضفت ملعقة كبيرة ما يزهر و ملعقة كبيرة ما يورد و هلأ بده يبلش الخليط يكمش على بعضه من بعد الغليان بده تضلنا ايدنا بالتحريك و أبدا ما منشيل ايدنا كما نحصل على قوام كريمي و النار هون لازم تكون هادية النار هون ما بتكون متوسطة لازم تكون كتير هادية حتى ما يلدع معنا من تحت بعد الغليان بياخد تقريبا ثلاث دقايق أو حتى نوصل لهيدا القوام المطلوب يمكن اخد معكم خمس دقايق بعد الغليان بس المهم بدنا نوصل لقوام مشتد على بعضه بهيدا الشكل و قسا هو بده يجمد معنا منيح بس بدنا نبرده شايفينا الخفق المستمر خاصة بعد الغليان كيف بيعطينا قوام كريمي و متجانس من دون تكتولات كبيرة هيدا المطلوب اهم ماشي بعد الغليان ايدنا بده تضل بالتحريك ابدا ما ماشي ليدنا وهلأ مباشرة هو الخليط ساخن منصبه بالكاسات هلأ مدغري منفوته على البراد و منبرده اول شي منتركه بحرارة الغرفة تقريبا 30 دقيقة حتى يدفى شوي نرجع بعدها منفوته على البراد 6 ساعات او ليلة كاملة حتى يجمد منيح لنا و نقدم نقلبه بشكل سهل وهلأ بعد مرور الليلة كاملة صاروا باردين عندنا منيح و صاروا جاهزين للتقديم دايما دايما صبوا بالكاسات او بالقوالب اللي بتريحكم بانكن تقربوا الاشياء ما تكون كتير بتعذب و يكون هيك يعذبكم بس بدنا ننزل القوالب مننا بدنا اشياء بس نشيلها تنشال معنا بشكل سهل و دغري ينزل القالب منقدم هيدا الحالة هو بارد بيكون اطيب كتير بس يتقدم بارد و منحليه على الوجب القطر منحليه تحليه زيادة لانه هو حلاوته من جوه بتكون خفيفة نوعا ما فبيصير كل شخص بس نقدم له القالب هو بيضيف القطر حسب الرغبة و فيكن انتو تضيفه الكمية المعتدلة هو بيزيد اذا كان بده و بعدين فوق القطر منحط فستق حلبي مطحون لزينة او اي شي بتكون تحطوه لزينة حسب الرغبة واكيد كمان تتحلى بالعسل للي ما بده قطر نفس الشي بنفس الطريقة بينحط بدل القطر عسل شايفين كيف القالب متماسك على بعضه قوامه كتير كتير ناجح معنا و كريمي كمان بنفس الوقت هشيل قدامكن منه حتى تشوفوا قداش كريمي و قدام متماسك على بعضه طالح حلو معنا فعلا الاشطالية من الحلويات اللي بتتميز بسهولتا و بنفس الوقت تتميز قداش هي لزيزة و بتبايد الوجه كتير مصحكم تجربوا هيدا الحلو و كتير حيعجبكم ان شاء الله هيك منكم خلصنا الفيديو لليوم اتمنى منكم تجربوا هيدا الوصفة وتعطوني رأيكم فيها صحتان و هنا اشتركوا في القناة